اليمن واحدة من البلدان التي تركزت عليها مساعدات دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها إثر انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية وشن حرب ضروس على اليمن واليمنيين وستواصل دولة الإمارات جهدها في تقديم المعونات والمساعدات على الساحة اليمنية رغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك جاء هذا التأكيد اليوم في افتتاحية صحيفة البيان تحت عنوان ماضون من أجل اليمن واليمنيين وأضافت الصحيفة أن ذلك ياتي انطلاقا من مبادئ راسخة تؤكد مسؤولية إنسانية وأخلاقية اتخذتها الإمارات نهجا وهذا ما رسخ صورتها عنوانا للدعم ومساعدة الأشقاء والأصدقاء والأمم والشعوب الأخرى في كل مكان وأشارت إلى دول الهلال للأحمر الإماراتي في تطبيع الحياة المعيشية للملايين وإنجاز مشروعات مهمة كان لها الأثر الكبير في انتشال آلاف الأسر من العوز والحرمان فضلا عن مشاريع البنية التحتية في جميع مناطق البلاد على تساعها وقالت الصحيفة أن العمل الإرهابي الجبان بإطلاق النار على طاقم طبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهيئة في مدينة تعز هو محاولة لتخريب هذا الدور وأثني الإمارات عن القيام بدورها تجاه الأشقاء غير أنها ستواصل جهودها في تقديم المعونات والمساعدات على الساحة اليمنية رغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك انطلاقا من حرصها على استمرار أعمالها الإنسانية التي تقوم بها في اليمن وفي غيرها من الدول لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للتخفيف من معاناة المتضررين ترجمة نانسي قنقر